خليني أنتقل بكم إلى الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه بالأمس وهو غزة وفلسطين وماذا يحدث إحنا كان عندنا حلقة مهمة جداً بالأمس النهاردة عايز أقول لكم استمرار فتح معبر غزة لليوم الثامن على أنا أسف معبر رفح لليوم الثامن على التوالي لعبور العالقين والمرضى والحالات الإنسانية من غزة عبر رفح إلى مصر ومصر كلها مجيشة نفسها قادي جزء من الحاجات اللي كانت بتوصل وفيه 3000 طن قافلة صندوق طحية مصر وصلت ميناء رفح والمجلس الأعلى للجامعات أعفى كل طلاب غزة والطلاب فلسطين الوافدين من القسط التاني للمصرفات العام الحالي بالكامل وأعلن دعم مؤسسات تعليم العالي بغزة بكافة احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس استخيلوا أنتوا أن الجامعات جاهزة تبعث أعضاء هيئة التدريس إلى غزة كمان يعني الهلال الأحمر بالأمس أعلن أنه بعثات طبية هتروح الجامعات هتبعث أسدزة وجاهزين أن احنا نبعث الأسدزة بتوعنا الدعم اللي متناهي أنتوا بتتكلموا على حوالي 200 شاحنة عملاقة 200 شاحنة عملاقة لو أنتوا بتتكلموا أن كل واحدة فيهم شايلة من 20 إلى 40 طن نضربوا أنتوا بأكد أنتوا بتتكلموا على 3000 طن 3000 طن معونات وده أقل ما يجب لإخواتنا ورئيس مجلس النواب أكد النهاردة ومجلس النواب كله كان يتحدث عن هذا ودعم القيادة السياسية المصرية في توجه مصر تجاه هالإخوة الفلسطينيين مجلس النواب كله وقت فيتكلم طبعا في تعليقات كتيرة جدا على اللي أنا بسميهم يعني الجعجع اللي هو الناس اللي كانت طالعة عملا تهجم علينا وتشتمنا والأخير أنا أنا فين 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 دول يعني الكشاك اللي كانت طالعة عملا تهجم على مصر وتشتم مصر كله سكت فجأة حدش يتكلم فجأة خالص وفجأة كده بقين احنا دح وكويسين وحلوين قوي نعمة كل اللي كان فتح بقه ما سمعناش إن حد نقط ما سمعناش إن حد داخل يقول كذا ما سمعناش إن حد يقول لك فريق طبي من الدولة الفلانية اللي عملا تقطع فينا يصل إلى مصر تسعدادة للدخول إلى غزة وإحنا عايزين نروح ونساعدنا فينين الكلام ده كله إحنا بس اللي بنشيل كل الليلة وإحنا بس اللي بنتهاجم ولكن ما علينا ده دورنا وده واجبنا ودول إخواتنا وده بيتنا يعني دول ده بيتنا